بعض الشباب ممكن يكون بيواجه تحدي في البحث عن الشغل المناسب لمهاراته وقدراته أحياناً ما بيبقاش عارف هو عايز يعمل إيه بيفضل بقى يتنقل من مكان لمكان من وظيفة للتانية ما بيبقاش في استقرار في مكان معين عشان كده النهاردة عايزين نسأل إزاي ممكن كشباب نقدر ندور على شغل مناسب لمهاراتنا وقدراتنا إزاي الشباب يقدر يكتشف نفسه في شغل أو في عمل معين إزاي يكون عنده شغف للعمل أو الوظيفة اللي بيقوم بيها إزاي يقدر ينمي هذا الشغف أسئلة كتير جداً هنجاوب عليها النهاردة مع ضفنا في الستوديو دكتور رقفة يوسف أستاذ الإدارة وخبير التنمية البشرية سبا خيراً هدكي دكتور موارنا سبا خيراً يعني أحياناً لما الشاب بيتخرج من الجمع بيدور على وظيفة ليها علاقة باللي درسه مش شرط بقى يكون ده لي علاقة من هو بيحب الوظيفة بيحب مجال دراسته أصلاً ولا لأ عايزة أعرف من حضرتك بداية أنه الشخصي بعارفه وعايز يعمل قدراته تتناسب مع أي وظيفة ده بيبدأ من إمتى أصلاً المفروض ده بيبتدي من ابتداء يعني مفروض المدارس البروفيشنال أو المحترفة بتبعت للأب والأم تقرير بتقول للأب والأم الولد هوايته إيه بيحب إيه بيميل إيه وعادة الأباء الشاطرين بيعملوا إيه نمي بقى الولد شاطر في الأرقام فأنا هشتغل على الحتة دي شاطر مثلاً في الإبداع لأن فيه وظيف بتحتاج إبداع وفيه وظيف لها علاقة بالأرقام يعني مثلاً البيع والحسابات ده محتاجة أرقام وده عادة الناس اللي بيكونوا شاطرين في الحتة دي هما الناس اللي الفصل أيسر من الموقع عندهم هو المسيطر لكن فيه وظيف معينة مزيف نون تطبيقية زي مثلاً تسويق زي هندسة عمارة دي محتاجة إبداع بس البيع مش محتاج إبداع؟ اللي سوريا؟ فكرة البيع مش محتاج إبداع نسبة الإبداع فيها هو الإبداع موجود في كل حاجة بس قليلة لكن الجزء الأكبر ليه علاقة بالأرقام وتحليل الأرقام لكن التسويق ملوش علاقة بالأرقام خالص أنا دلوقتي مثلاً بعمل حملة تسويقية عايز أشوف طلع حاجة بشكل مختلف خالص دلوقتي أنا بعمل ديزاين محتاج إبداع شديد جداً ما ينفعش نبدل لتنين يعني أحياناً أباءهم هات بيجبروا أولادهم يكون الولد مبدع ويدخلوا كلية مثلاً زي تجارة هم قتلوا إبداع عنده لأن تجارة هي أرقام لكن أنا محتاج كلية تكون تتناسب مع دماغ الولد وإمكانياته وكل ما أقدر أقيم إمكانيات ابن من هو صغير كل ما اشتغل عليها الحاجة الثانية بقى في اختيار الوظيفة ودي نوقتة مهمة جداً حاجة بتكلمي في الأول عندنا ثلاث حاجات هو مثلث استراتيجي ما ينفعش واحدة منهم تسقط إن تكون الوظيفة تتناسب مع إمكانيات الولد الحاجة الثانية بقى حتة الشغف أو حب الوظيفة دي الحاجة الثالثة هي بيجيب فلوس سقطنا واحدة من الثلاثة دول فالوظيفة دي وظيفة غير جيدة بس غالبية الناس بتشتغل شغلها ما بتحبوش خلينا واقعين يعني لفترة واقعين لفترة معينة لسه هكمل لحضرتك لكن بيبدوه فيه لأنه عارفين إن ده شغلهم وإن ده أكل عاشهم زي ما بنقول وإنه لازم يكون حريص على هذا المكان أو حريص على الوظيفة عشان يكبر فيه حتى لو ما كانش ده حلمه أو كان طموحه مثلاً هو صغير لا ومصعب جداً إنه حاجة تبدع في حاجة أنت مش موهوب فيها وما بتحبهاش يعني أنا لو سقطت الحتتين ده يبقى استحالة يعني حاجة ما بحبهاش ومش موهوب فيها وأبدع فيها إزاي بس مستحيل لكن أنا موهوب بس ما كانش يعرف مثلاً لا دخل ستتاشف لكن أنا بشتغل وظيفة ممكن ما كونش بحبها أو مش متناسبة مع إمكانيتي لفترة صغيرة هو أحمد حلم قالها بس طبعاً هي دي كانت بتاع جورج بيرناد شو قال أحب ما تعمل حتى تعمل لأنه برضو هو فكر منطقي اللي قاله جورج بيرناد شو يعني حكا أسألك أنت بشتغل إيه تقول أنا عاد في البيت ليه أصلاً أنا مش منتظر حاجة معانية طب يا سيدي اشتغل حتى على الأقل تاخد خبرة حتى لو في حاجة أنت مش حبابها وتكون فلوس وحتى لما تجيني في اللقاء الشخصي أو الانترفيو بقى شكلك أحسن أنك بتشتغل لكن الشباب يبصوا بن بنظرة غريبة جداً يقول لأ طبعاً مش عاجباني الشغلان هي دعوة فيها مش حاجة اسمها كت لكن الشطورة بقى أنا حاجة إزاي تدور على الوظيفة اللي أنت تبدع فيها هي دي النقطة الأساسية طيب يعني حضرتك ديت مثال بفكرة أنه أنا ما هقعد في البيت عشانا مش لاقي نفسي في حاجة بس فيه برضو شباب تاني ممكن أنا بشتغل وخلاص وحتى مش عايز يدور على وظيفة أو مهنة أو مجال هو بيحب هم مش عارف هو حتى مش عايز يفكر أنا بشتغل وخلاص أنا مش لسه عاد أدور أنا مش عارف أنا بحب إيه وفيه فارق بين مش عارف ومش عايز مش عارف معناه إن هو ما قدرش يعمل قصة مش عارف إزاي يوصل لو وظيفة كويس ودي سهلة جدا إنه دلوقتي مثلا شركة التوظيف والسوشيال ميديا زي لينكت إن كل ده بيساعد قصة لكن مش عايز دي بقى المشكلة التانية يعني مش عايز غلوة خلاص ومعندهش حاجة عايزة عمي ومعندهش هدف يعني عايز أقول لحكم مثلا إيلون ماسك هو طبعا أعظم رائد أعمال في القرن الواحد عشر قال جملة حلوة قوياريت الشباب يفكروا فيها قال تينك بيج ستارت سمول موف فاست تينك بيج يعني قل لي عندك حلم كبير ستارت سمول مش مشكلة إنك تبتدي صغير موف فاست يعني لازم تتحرك بسرعة لأنك لو ابتديت صغير وعادت صغير هتتهرس لأنه زمان كان في مبدأ للأسف فاشل شوية اللي هو فكرة عيش نملة تاكل سكر مش حاجة اسمها هكذا لو عيشت نملة هموت أنا محتاج حتى لو ممكن ابتدي نملة ما عنديش مشكلة لكن لازم أكبر بسرعة لأن لو ما كبرتش بسرعة السوق هيكلني المنافسين هيكلوني وبرضو دي حتة برضو يا جواني هنم يعني عايزين نلفت نظر الشباب لها ريادة الأعمال يا جماعة دلوقتي العالم كله مش مصر بس القطاع الحكومة بيقلل عدد الناس موجودة فيه شركات القطاع الخاص مع التضخم العالمي بتقلل إيه دلوقتي اللي ممكن ينفع الشاب وينفع أسرته وينفع دولته وها ريادة الأعمال ريادة الأعمال معناها أنا كدولة لي أستورد أنا لو عندي شباب شاطر يشوف إيه الحاجات اللي احنا بنستوردها من بره يقدر يصنعها بإمكانيات محدودة أو متوسطة وبتيت اشتعل فيه عظيم دكتور رأفت فيه ناس يعني ما بتستقرش في شغل الفترة طويلة فيه ناس بتفضل تتنطط من مكان للتاني فأني صح أي حاجة من دول صح أني أفضل تتنطط من مكان للتاني في نفس المجال ولا في مجالات مختلفة هكتوصل في نفس المجال ولا في نفس الشركة لا في نفس المجال في نفس المجال العمل هكتوصل عن موضوع المجالات يعني لو مجال واحد بس أنا بسيب الشركة دي بروح لشركة تانية بسيب الشركة دي ما بعودش في شركة مثلا أكتر من سنة آي بحضة تتكلم على الشركة تسيبك من قصة المجال احنا مجداش مشكلة في المجال يعني مثلا حديك مدير تسويق أو مدير مبيعات أو مدير حسابات مفيش حاجة اسمها أنا مربوط على تيلي كومينيكيشن أو مثلا أدوية أو لا دي وظيفة تنفع تعملها في أي حاجة لأن كل الفكرة بس أنا بعنلمك أنت بشكل في أدوية مدير حسابات أنا عايزك تبقى مدير حسابات شاطر لو نقلتك وديتك مثلا شركة أغزية مفيش مشكلة غالصة لكن الفكرة إنت أكمل في شركتي وإنت أسيبها وأروح شركة تانية أحد القواعد المهمة جدا في الإدارة أنه حضرتك مش حاجة صحية أنك تقعد في نفس المنصب أو الدرجة الوظيفية أكتر من سنتين ثلاثة يعني أنا دلوقتي مثلا موظف يفضل ما تقعدش أكتر من سنتين ثلاثة طب أنا دلوقتي بقيت مدير مفروض ما أقعدش أكتر من سنتين ثلاثة فبالتالي شاطرتك أنك تسيب شركة إكس وتروح شركة وي إمتى لو أنا دلوقتي في شركة إكس عديت 3-4 سنين وما ترقيتش فجايا لي فرصة كويسة في شركة وي بروح بس طبعا لازم تدرس القرار كويس معظم الشباب للأسف عندنا الكلمة مش اللطيفة اللي بنقولها الـ comfort zone أنا بشتعل في القناة الأولى وبقالي سنين معهم ومرتاح وتعودت عليهم جايلي فرصة كويسة في قناة إكس بس أنا طب ليه ما خليني فده بيفضل ربطك يمكن ربنا يسهل يرقوني السنة الجاية السنة اللي بعدها ييجي بعد شوية لا ما وصلش لحاك واحد تاني صديقه في فترة أقل يعني أحد شركات التلي كومينيكيشن دخلت مصر 2007 راحت للشركتين اللي كانوا موجودين قبلها أنت بتاخد كامي محمد في شركتك جنيه طب وطايتلك إيه كاذا؟ تعال هنا هديلك تلاتة جنيه وهديلك طايتل أكتر الناس الشطرة اتحركت الناس العاطفية قال لك لا ما خلينا في اللي احنا نعرفه فضلوا زي ما هم وزميلهم اللي خرجوا دول شو ما فوش عاطف طبعا شو ما فوش بيزنا ما فوش ايموشنز ما فيش حاجة اسمها أنا اشتغلت في شركة إكس فهم اللي يكبروني ما عنديش مشكلة خالص لكن أنت مستقبلك هو اللي بيحركك لو أنت شركة إكس اللي انت فيها دي هتكبرك وقعد فيها لكن ما ينفعش أنك تيجي تقولي أنا مش هسيب الشركة دي عشان أنا تعودت على الناس العاطفية دي للأسف لتضيع بجانب العواطف دكتور فيه كمان فكرة أحيانا بتبقى الخوف مش فكرة العواطف بس هنرجع نتكلم وحضرتك كمان أكتر عن النقطة دي بس خلينا نروح نشوف الناس في الشارع بقى قالت ايه يعني طبعا كاميرا سبعها الخير يا مصر نزلت الشارع سألت الناس ايه أول شغلانة اشتغلتوها في حياتكو كان مرتبة كام هنسمع إجاباتي دكتور ونرجع نكمل الكلام ده مع حضرتك كلنا بعد ما منتخرج من الجامعة بتبتدي مرحلة البحث عن الشغل وهلا أكيد كل واحد فينا واجه تحديات لما بدأ يدور عن الشغل فذكرياتنا في الموضوع ده لا يمكن تتنسي كلها مواقف بدأت معاك وانت صغير بس لما كبرت لا يمكن تتنسي فعشان كده قلنا ننزل الشارع ونسأل كل واحد ايه أول شغلانة اشتغلتها في حياتك ويا طرى فاكر اول مرتب قبطه كان كام تعالوا بينا نشوف الناس هاتكو عايزة سأعلك عن اول شغلانة اشتغلتها في حياتكو انا اول شغلانة اشتغلتها من ثلاث سنين كاية مهندس اشتغلت في شركة أدوية هو كان شغل برايفت يعني فتحة شركة كده تشتيبات وحاجات كده كانت في اكاديمية تدريب كانت ارجونايزر يعني او طرع يعني في الادارة اول شغلانة اشتغلتها في حياتي كانت في مطعم اشتغلت كول سنتر يعني كان كول سنتر في شركة المياه كده اشتغلت بتاع سمك اشتغلت دخلت بقى في مجال الاطوبة الاندي من دوم ابعاد في الشركة تنظيم معارض سيلز اول مرتب أبطه في حياتك كان كام وعملت بيئة؟ هو تقريبا مش فاكرا قوي بس كان حويته منمية او الف 3000 جنيه أعملت بيئة دفعت أقساط هو أنا أول مرتب خدته كان 140 جنيه كنت شغال مع حد من قريب يعني كان 140 جنيه والأسف والدتي خدتهم مني عشان كنت صغير كان تقريباً.. كان تقريباً 3000 جنيه تقريباً حاجة كده أول مرتب خدته كان 300 جنيه في الشهر أولي 1200 وفيه كونست كده في أي كول سنتر اللي هو بعد الكيبي اي بي بقى مثلاً 1500 اي حاجة كده لا يوميتي كانت عامة 50 جنيه كنت ورحة ده لأمي يا أخي والله على ما أذكر كان 300 جنيه 350 جنيه في الرنجة ده كان زمان قوي يعني آه كانوا 1200 جنيه و جبت بيهم حاجاتي يعني جبت بيهم ساياة رشوز أو حاجة كده اللي انت تعلمته من الشغل بتاعتي أن أنا ميقس أن أنا أعتمد على نفسي أو بوثك في نفسي حقا حلمي أولاً في صعوبة أنت عارف في مصر شوية الشغل بيتمد على العلاقات أكتر مش بيتمد على الكفاءة كل واحد في بقى بيصال له تحديات إنه السوق بيبقى فيه فجوة كبيرة ما بينه ما بين الدراسة و وناح ما تعلمناه يعني شوية صفت سكيلز كده إن انت اكتر تتعامل مع أكتر من نوع من بنا أدمين يعني أكتر من كراكتر كده كده اكتر تقدر تتعامل مع الناس دي تعلمت الصبر وإن أنت يبقى عندك طموح وإن أنت لازم يعني ما تيقسش من أول باب يتقفل في وشك لا يعني لازم يبقى عندك دايماً إصرار إن أنت هتحقق الهدف بتاعك المفاوضة والبيع وطولة البالة يعني يا دكتر زي ما تبقى أنا مع حضرتك كده إجابات الناس أنا عجب أن يقول صفت البالة أوه شغل محتاج لطول البالة يعني وتحسن أن الناس كلها الشباب كلهم قوم ما تخرجوا تشتغلوا شغل كام شغلانة كده عدوا عليها لازم يعني كل سنتر سيلز يعني محطات كده في يعني عدد مش قليل خالص عدوا عدوا بيها أنا عايزة أقف عند الكلمة دي شوية بس وارجع تاني بيها الإيلون ماسك إيلون ماسك دلوقتي بيبيع سواريخ لوكالة ناسا ولكل العالم إيلون ماسك أساساً ما كانش يلاقي ياكل وبعدين أول تجارب لي كان جمع كل الفلوس بتاعته مش عارف عشر مليون دولار وعمل بيها وعشرين مليون دولار عمل بيها كده زي سالوخ صغير انفجر تماماً لكن هو كان عنده إسرار وعشان كده وصل في الآخر يعني برض دي حاجة يعني رسالة عايزين وصلها للشباب مش مع أول حالة فشل تقول إن أنا مش هكمل وفكرة إن أنا عايز أول ما أتخرج بعد سنة أو اتنين أبقى مدير دي فكرة خاطئة أو أكون ثروة دي فكرة خاطئة أنت لازم تبقى فاهم إن في محطات كتيرة جداً وفي فشل هتعد بيه لكن الإسرار يعني دايماً بقول الشباب المقولة اللي قالها أبو القاسم الشابي جملة حلوة أو ياريت الشباب يفكروا فيه قال من يتهيى بسعود الجبال يعيش أبداً الضهر بين الحفر لازم تبقى أنت عندك أمل إنك هتبقى كبير وعندك إسرار لأن الإسرار والعزيمة هي في الآخر مفتاح دايماً النجاح يمكن دكتور قبل من شوف تقرير مع حضرتك شازلي سأل حضرتك عن فكرة إنه الشباب يتنقل ما بين الشركات مختلفة في نفس المجال استكمالاً للسؤال ده فكرة إنه شاب شغال في مكان ما هو حاسس ده مش مكاني أو يمكن أنا مش مرتاح قوي فيه حاجة تانية عايزة أمال بس أنا مش عارف هي إيه فجاءت له فرصة مثلاً في مجال تاني فيه واحد ممكن يخاف ويقول لا أنا بشتغل فيه واحد تاني لأ أجرب حتى لو اكتشفت إنه مش مكاني لأ أجرب حاجة تانية ده صح ولا غلط فكرة الروح المغامرة دي الروح المغامرة بس المغامرة محسوبة يعني إحنا دايماً لما بنيجي ناخد القرارات فيه عندنا قرارات بيسموا يسير تانية يعني أنا متأكد تماماً أن القرار صح فيه نوع تاني اسمه ريسك اللي هو الخطر الخطر بتقسم نصين خطر محسوب وخطر غير محسوب هو كون أن حيك تسيبي شركتك وتروحي شركة تانية فيها مخطرة لأن برضو ممكن المدير الجديد اللي أنا هروحه والإدارة الجديدة ما يحصلش نوع من التناغم بيننا لكن الخطر يبقى محسوب فأنا لازم أسأل على الشركة دي كويس لازم أشوف الأوفر اللي جايلي شكله إيه لازم أسأل على مديري والشركة اللي أنا رايحيان أحد الأسئلة الحلوة جداً لازم حيك تسأليها لنفسك وانت رايحها شركة جديدة هم بيطوروا الناس ولا لا بيقدموا تدريبات للناس ولا لا الترقيات بيبقى شكلها إيه؟ الجو هناك شكله إيه؟ لأن بعض الشباب بيكون الهدف الأساسي للأسف زيادة زيادة السنوية أو ترقية وأحياناً الترقية دي ممكن تبقى بشكل أو بآخر هي اللي بتحرقك لأنه أنت رايح مكان فيه ترقية بس الجو مش ملائم أو هو مش مؤهل حين وقم شكتك مؤهل دي عايزة أقول لك أوبرا لما سألوها مرة قالوا لها الحظ يعني إيه من وجهة نظرك قالت لهم الحظ إن الشخص يلاقي فرصة كويسة وهو مؤهل لها لكن الحظ مش معنانه يلاقي فرصة كويسة لأننا لو لقيت فرصة كويسة وأنا مش مؤهل لها الفرصة دي هتحرقني ودي يا ريت برضو الشباب يركزوا في النقطة دي وجهز نفسك أو جهز نفسك مقدماً مش تقول لما شوف وظيفة وشوفهم عايزين إيه مش حاجز ما كده انت جاهز نفسك وشوف سوق العمل محتاج إيه وطور نفسك قبل ما تروح عظيم حضرتك ذكرت برضو نقطة مهمة جداً الشباب اللي بقاء يعد مستني الوظيفة اللي هو عينه عليها فهيفضل قاد في البيت مستني هذه الوظيفة لا فكده حضرتك أنا لسه جاي لك أنا جاي لحضرتك في الكلام حاضر بالراحة فلحضرتك بتنصح الناس إنه هو أول ما يتخرج يشتغل أي حاجة حتى لو مش ده اللي هو بيحبه أو الوظيفة دي مش متوفرة دلوقتي فاحنا هنشتغل المتاح زي ما كل الشباب قالوا المتاح دلوقتي إيه كل سنتر مسلا فهو ده الموجود دلوقتي وكلنا عدينا بتجارب دي أنا عديت بيها في بداية حياتي كل سنتر الناس كتيرة جداً عند لأني ده كان المتاح وقتها مكي فانصحتك للناس ده صح؟ أه صح أولاً أنت بتاخد خبرة السوق نفسه يعني خلي بالك من حاجة سوريا محمد بعض الناس للأسف بيبقى طبيعة التربية بتاعته والكلية اللي درس فيها هو يعني أبو أمه محواطين عليه قوي فما تعرق ما معرفش يتعامل مع الناس إزاي وبعد إحنا عندنا أنماط كتيرة جداً من البشر في الحياة القبيس والملاوع واللي مش عارفه الكداب أنا لازم لما بنزل الشغل أحياناً ببتقال عليه كلمة نايف يعني شخص سازج فأنا بيضحك علي فلما بيضحك علي في وظيفة بسيطة أنا مش دي اللي هكامل فيها ما فيش مشكلة وباخد خبرة لكن أقعد في البيت أعمل إيه أعمل إيه كان فيه واحد صاحبي دايما دكتور يقول لي إيه خد خبرة الانترفيو مش خبرة الشغل كمان خد خبرة الانترفيو يعني لو أنت شغال في مكان ومستقر دلوقتي وفيه وظيفة في مكان ما روح قدم مش هتخسر حاجة وادخل الانترفيو وشوف يتعاملوا مع الناس إزاي عشان تاخد خبرة الانترفيو مرة في التانية في التالتة فأنت عرفت كل حاجة ممكن تحصل من إيه تشغال في الانترفيو دي حقيقة وأنا عايز أقول لك خبرة الانترفيو برضو ده سؤال كويس جدا مش للشباب الفريش بس يعني كمان أنت بقى لك عشر سيم تشتغل في قناة معينة روح يا سيدي اعمل انترفيو في قناة تانية مش عشان تاخد خبرة الانترفيو بس عشان تشوف وزنك في السوق شكله وانت قاعد في قناة هنا شايف ان انت عقري زمانك لما تروح لقى تقدم ما تتغرش بقى محمد في قناة تانية وتالتة وربعة تلاقيه مرفضوك لا يبقى أنا عندي مشكلة يبقى أنا عندي مشكلة لأن بعض الناس للأسف ما بيعرفش يقيم نفسه كويس وانا مبسوط بتبقى الصدمة بالنسبة له امتى لما تيجي القناة اللي بيشتغل فيها تقول له لا انت مش مكمل معنا يروح مقدم في قناة تانية وتالتة وربعة يقول له لا انت ما تنفعش فهو اكتشف انه عنده قصور لانباع من خلال الانترفيو فاحنا دايما بنقول الشباب الصغير ياخد خبرة الانترفيو عشان يتعلم ازاي يعمل انترفيو اللي عنده خبرة خمس سنين وعشر سنين برضو هو في شركته يخرج يعمل انترفيو عشان يشوف وزنه في السوق شكله ايه ان طبعا اعتردت علي القناة الفلانية او الشركة الفلانية ويبتدي يطور نفسه بشكل او باخر طب دكتور يعني بنشوف كده على مواقع التواصل الاجتماعي فيه ناس بتخرج علينا وبيسموا نفسهم رواد اعمال ولي يعني هما بيقوليهم زي ما بيقول كده كوتس او بيقوليهم نصاوي احبيروها للشابة منها مثلا لو ما عملتش فلوس قبل سن التلاتين اعرف ان انت هتفضل كده دي مثلا ولو فضلت تشتغل من تسعة لخمسة اعرف ان انت هم عمرك ما هتبقى طول ما انت موظف في شفتة انت هتفضل موظف ايزا عرف من حضرتك رأيك ايه اولا في النصايح دي هل شايف انه النصايح دي فعلا ليها علاقة فعلا بارض الواقع يعني لما انزبقى ارض الواقع امتى تبقى نصيحة يا جمانة هانم لما جاية من حد اكسبرت او حد خبير يعني مستاذنا كبير في الطب النفسي مرة قال جملة زمان قال مصري فيها تمانين مليون خبير يعني انا مينفعش هيك لو جيت سألتيني في الدين دلوقتي مش هرد عليك سألتيني في السياسة مش هرد عليك سألتيني لانه دي مش شغلتي فاللي بيقول كده حاجة من اتنين يا حد خبير يعني يا راجل استاذ وعنده علم يا راجل نجح في السوق لكن حضرتك الناس اللي بتقولي عليهم دول نصهم يا فشلة يوصلوا بالسرقة والنصب فمينفعش دايب الشخص اللي انا اخد منه النصيحة لكن خليني اخد النقطتين اللي حاجة قلتيهم واتكلم عليهم النقطة الاولى فكرة انه انا لازم اوصل في سن صغيرة دي حاجة كويسة لو اقدر بس بشكل طبعا قانوني واخلاقي الحاجة التانية فكرة ان الثروة دي هل هي احد الاشكال الاساسية للنجاح اه يعني النجاح ليه اربع او خمس اشكال منهم الثروة الثروة الشهرة السلطة حب الناس طبعا الناس الفشل يقولك انا اكتفيت بحب الناس حب الناس اه وخلاص الحاجات التانية كفاءة فهي لا لازم حكي ويا ريت الشباب يعرفي انا انا باخد نصيحة من مين المشكلة عارفة حكي في ايه انه احيانا الشخص اللي بينصح ده ممكن يكون عنده كارزمة هو ما عندوش لخبرة ولا علمس عنده كارزمة مشكلة الكارزمة اه مقنع دي مصيبة بقى الكارزمة باللغة البلدي بتمصمر الشخص قدامي فانا لو عندي كارزمة انت قاعدة مشدودة الكلام انا بقوله رغب انه ممكن يكون الكلام اللي انا بقوله جزء كبير منه غلط بس عارف حكي هاني رمزي لما قاله شكلك فاهم يا نصة ما هو هادي الفكرة يعني انت انا مش عارف انت بتقول ايه بس اللي انت بتقوله عجبني الموضوع بالنسبة لي اكيد كلنا عايزين نبقى قبل سنة 30 مليونيرات واكيد ده اكيد فانت بتكلم في حاجة يعني حساسة بالنسبة للشباب عايز يوصل ويوصل بسرعة ومش يوصل عادي ده انت بتكلم في قبل سنة 30 تبقى مليونير يعني بس النقطة التانية اللي حكي قلتيها صح ريادة الاعمال هي اكتر الوظائف اللي ممكن تجيبلك فلوس كتيرة لانك مهما اشتغلت في الشركة فانت موظفة ففي الاخر برضو مرتبك هو في الاخر حتى لو عندك بونس لكن اكتر حاجة ممكن تجيبلك فلوس كويس ريادة الاعمال بس خلي بالك من حاجة صغيرة برضو الحكمة مطلوبة انت حاجة بتشتغلي في القناة الاولى هنا طب واي نقطة انك تبتدي تشتغلي برايفت بيزنس بجانب القناة بتبقى حاجة صغيرة اول ما تكبر اقلل شغلي في القناة تكبر تكبر ده اجي بعد كده انا محراضي كان اكسيب القناة انك خلاص تعملي ايه خلاص لكن بعض الناس يقولك لأ انا اسيب شغلي الاساسي وافتح البيزنس بتاعي انا مشتغلش عند حد في الناس كيرتي تقولك انا مشتغلش عند حد انا مانيش مشكلة بس لما تفتح البيزنس بتاعك وانت لسه ما عندكش خبرة ويفشل انت فقدت وظيفتك وفقدت شغلك الخاص لكن ماشيوا الاثنين مع بعض وجيب حد يشغلك البيزنس بتاعك اول ما يكبر ويوصل لدرجة لا انا اتأكدت ان انا نجحت الحمدلله خلاص اسيب الشغل الاساسي واروح الشغل التالي كل شكليك طبعا على كل هذه المصائح نشكرك شرفتنا ونورتنا الدكتور رقفة يوسف استاذ الادارة وخبير التنمية البشرية اشتركوا في القناة